موسيقى مساء الخير ضيفة للليلة شخصية كسروانية لمعت بعالم الأعمال بلبنان والعالم أيضاً بالسنوات الأخيرة دخل عالم السياسة كنائب بس بعد انفجار أربعة قاب تقال من الندو البرلمانية احتجاجاً على استثلام الطبقة السياسية وعدم تجاوبة مع نبض الناس هالشخصية عم تطرح حالة تغييرية وعم ترسم أمان لشباب اللبناني بلبنان الجديد من خلال مشروع وطن الإنسان ضيفة للليلة المهندس والنائب المستقيل نعمة فريم موسيقى المهندس والنائب نعمة فريم أهلاً وسهلاً فيك في الحلقة الجديدة من جمهورية 22 أهلاً وسهلاً فيكم أنت والفريق كله مرسي بقسم مين أنت نازل على الانتخابات النيابية بكسروان وشبال بقسم الشعب اللبناني هيداً أساسي وبديهي أنت عم تطرح حالك كقوة تغيير بس بال2018 فنيك نزلت مع العهد التيار الوطني الحر كيف رح تقنع الناخب الكسرواني والشبالي أنه أنت تغييري أول شي الشعب الكسرواني والشبالي مقتنع نبدلش من هون بس إذا بدك تعرفي ليش مقتنع مقتنع لأنه بيعرف ونحن على تواصل كتير كتير قريب أنا ويه أنه أنا تحركت بال2018 لأنه شفت الإنهيار جاي أنا من 2011 موسئين مواقف اللي عم نقول هذا الطريق بتوصل إلى الإنهيار اللي وصلنا له اليوم وجربت قدمة فيه بجمعية الصناعيين بالهيئات الاقتصادية مع غبطة البطرق مع كل المراكز القرار بلا ما تكون بقلبي السياسي تنغير المسار ما تغير المسار بس إيش رئيس جمهورية جديد اعتبرت بركي فيه عندنا فرصة بركي منقدر نقول إذا منقنع الفريق يلي واصل لأنه أنا عن جد ما بدي شي لقلي إذا بدي تتعرفي مزبوط أنا ما أحب السياسي ماعتبر السياسي واجب علي لأنه كسرت الحياة اللي عم جارب عمرة لكل شخص بيشتغل معي وعيش أنا ويه وعيش باللبنان يلي صار أنه وصلت العملية لدأنا متبا بقولوا لقلبنا لروحنا لأولادنا بس يكون أولادناك إعلي بالبيت وعم يحرقوا زبالي برا وعم يتسمموا أولادك وأنت ما عملت شي تتغيري هالمسار بتكوني مسؤولة بس أنا بعتبر من هالفكرة هيا خلتني أقول أنه إذا بقعد بالبيت أنا مجرم بس كيفيك تعمل الليحة لحالك لش نزل في عطير بطل لأنه شي تقليك لأنه الإيجو سفر عندي لك تعرفي شغلي أنا ما بدي شي لقلي أحلى شي كان عندي أنا أعمل بطل الفيلم وأعمل إيجو تريب بسموه إيجو تريب وتروح آخر شي عمجلس النواب واو أنا مبسوط شو بعمل مجلس النواب ما حدا برد عليك بترفع أيديك ما بيعتمك الكلام جربنا نقنع نقول أنه يا جماعة في خمسة وهيدي اسم المنظومة اليوم هاي المنظومة روحت فرصة زهبية أنه إذا بتقنع ست أشخاص كنا بنغير مسار ونغير لبنان صوري هالست أشخاص ما اقتنعوا ما غيروا لبنان ولك ما نصرنا اليوم من الناس قلت أنا اليوم بركي بقعد بقنع من جوه بأكبر كتلة مجلس النواب مع رئيس جمهورية أخدت لجنة الاقتصاد والتخطيط يلي هي لازم ترجع تلعب الدور التخطيطي للبنان للأسف مثل ما شفتي أبدا شفنا الإنيهار جاي صرخنا عيطنا عملنا خطط عملنا خطط بديلة الشباب فالج لا تعالج خلاص أنا بقول أنه ما فينا نبلش نعمر إذا هذا الفريق بعضهم موجود إذا هذا الأشخاص بهالفكر بهالنمط تعرفي شو أكتر شي بهالالتزامات الخارجية هاي مش الحركة عندهم مش واسعة هيدا اللي خل اللي بيقلك أنا أنه خلاص أجندتهم منة لبنانية شي مؤسف وصاروا بعمر معين كمان هيدا عامل مهم أنه التكويعة مش هيني أنا بعتبر الحل فقط لغير أنه الشعب اللبناني يبرهن للعالم كله أنه هو قابل للحياة لأنه التحدي هون اليوم أنا بدي أقلك شغلي منا الخطر كتير كبير أنه بالعالم كله عم يسألوا هل لبنان كان غلطة هلأ الشعب اللبناني شعب مش قابل هيحكم حلو هل الشعب اللبناني بس ما أود حدا يحكمه بتاكلوا الزبالة مش مثل مش لازم هيدا اللي بدي أقول أنا لكل شخص عم يحضرني هلأ اللبناني عم يروحوا لبرة لكل شخص هلأني عم يحضرني المعركة هون هل نحن نقدر نبرهن للعالم أنه منعرف ندير حالنا ومنعرف نعمل بلد أو عم بنبشولنا على حدا يعملنا بيبي سيتينج على مئة سنة جديد هيدا المعركة ما فيه مش أقل من هيك بس كمان اليوم المعركة أنك تقيم المنظومة من الكراسة اللي هي فيها بالانتخابات النيابية هل برأيك الشعب اللبناني رح يقدر يتخلى عن زعيمه ويحط ناس صغيريين إذا نقنع الشعب اللبناني أنه البديل أحسن من الموجود أكيد أكيد بيمشي الشعب اللبناني وعندنا تحدي كتير كبير أنه نقنع الشعب اللبناني أوش نقنع حالنا وأنا هون شغلي ليل نهار هلأ بمشروع وطن الإنسان أنا زملائي إحنا ما بدنا بس نقول للواحد زيح تقعد محلك بنا نقول لخبيبة ليش بدك تزيح تقعد محلك لأنه في مشروع على لبنان الجديد بوضوح تام لك في كلمة كتير تعلمتها بحياتي بدك تنتصر بدك تعرف النصر براسك لازم تقشعيه للنصر تفهميه ما فيك تربحي بس لأنه بدك تربح بدك تفوتي بتفاصيله شو يعني إربح كيف يعني إربح بس تعرفي عليه مظبوط بتبلش فرص النجاح تزيد نحنا بس نقول شو هدفنا نربح لإنتخابات أنا بقولك لا هدفنا نعمر لبنان الجديد من هونيك بدنا نرجع أرياء شو يعني لبنان الجديد بدنا نفوت بتفاصيل هالموضوع بدنا نفهم شو يعني لبنان الجديد وبس توضح الصورة كتير لإلنا والساعتها للشعب اللبناني ساعتها بيصير شعب اللبناني هو المسؤول الأكبر على مستقبله إذا بيستاهل أيام عاطلة ولا بيستاهل أيام منيحة نحنا هون اليوم عم نعرف اللبنان الجديد لحالة وللشعب اللبناني أنا بلشت أقشعه بلشت أفهمه بلشت أحسه لأنه مشروع وطن الإنسان بلشنا هيكي نفصفص الموضيع ونصال بحلول بالنائم اليوم في كتير ناس عم تعتبر حالة تغييرية كأنه صفة التغيير هي على كارت اليوم الوضع بده تغيير نشلح البدلة نلبس على كارت البدلة التغييرية ومننزل على الانتخابات ومنسوق حالة أنه نحنا تغييرية شو رأيك بهيدا؟ لكي أنا مش مش كافي كلمة تغييري أنا بخيف إذا بس تغييري أصلا ما تنسي الإصلاح والتغيير شفنا وين وسط يعني مش مهم واحد يكون جديد بس بدي يكون جديد بدي يكون أحسن في فرق في شغلتين نعم بدنا نعرف مزبوط كل واحد خصائص التغيير عنده وخصائص الاتيليتاب الفرنسيوي يعني خيأ أنت بحاجة لخصائصك نحنا بالمرحلة الجديدة بحاجة لخبرتك بالمرحلة الجديدة بحاجة جايب شي معك ولا بس جايب تغييريك تك تغييريتك مش كافي بدنا اتنان بدنا اتنان مشروعك وتنفيذه وقدر تقع التنفيذ كمان هذا موضوع كتير مهم لأنه كله عندهم شريع وكتب ومجلدات وبالتنفيذ ملقيهم ما عملوا شي لا مش بس هيك فيك تعرفي من قبل طبعا احنا كل حياتي أنا بشو بشتغل هو لقي هالطاقات نعم كيف تلاقي هالطاقات مش يالي صوته أحلى واللي بيحكي أحسن وقال لك إنه منجيب يالي شاطر بالعربي وبيعمل إنشاء وبيعمل شاطر بالإستثار مش هيدا اللي مش هاي الخصائص ناس بديك تدرسك كل الملف بديك تقشع السفية تابعه هالشخص يالي عم يحكي وعم يوعد قد الحكي والوعد وهو هيدا الشخص اللي عم يحكيه أول شي اللي عم يحكيه هل هو make sense مثل ما بقوله هل هو مقنع هل هو هو الدواء هو الدواء تاني شي هل هو قدل عم يحكيه من هيك قصة التغييريين مهمين بس مش كافي كوندسيون إذا بدك نسيسار بس مش سوفيزان مزبوط لما أطلقت مشروع وطن الإنسان في كتير قالوا إنك لم تتطرق إلى التلحة الغير شرعي وكأنك عم تطرح هالمشروع بسويسرا مش بلبنان هل هو هروب من الواقع أو عم بتسير وتهيدن لا أمدا بالعكس 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 أول شي بقلك شاخلي اتفجأت أنه كتير كان قليل الهجومات على مشروع وطن الإنسان بس انطلق قد ما كان قوي ما لقيه إلا سينابشه لقيه هالكلمة يلي هي مش في محلة وبشكر أنه ربي أنه عمل ليها هاك لأنه نحن عم نفوت على عمق الموضوع نحن أكتر من السيديين إذا بتحكي بهالموضوع نحن منا شعبوي بهالموضوع نحن عملية بهالموضوع نحن مؤمنين أنه اللبنان مش بس سيد لبنان بده يكون عنده مبدأ الأمن القومي اللبناني فوق كل اعتبار ووصلنا إلى اعتبرنا أنه بمشروع وطن الإنسان متل ما بنا نشتغل على الدولة المدنية الحديثة متل ما بنا نشتغل على حيادية لبنان هاو المواضيع الأساسية لأني البلرز إذا بدك تغل مشروع وطن الإنسان واحدة منهم الأساسية من الأولى هي الأمن القومي اللبناني ومجرد ما تقول الأمن القومي اللبناني فوق كل اعتبار مش بس سلاح المقاومة صار خطر ضد الأمن القومي اللبناني مش لأنه مقاومة لأنه الطريقة لأنه عنده عنده فيه إمره لبلد تاني عليه الأهم شي هو أنه كل شخص منه سيادة شو يعني سيادة يعني بيعتبر لبنان مصلحة لبنان فوق كل اعتبار فوق كل بلد تاني كل واحد مش هيك ممنوع يعمل سياسة بلبنان بيحبسوه تصالي آخر شي إذا أنونك محصن يلي مش موجود يلي بنا نكتبه اسمه اللي عم نكتبه هلأ هي أنون الأمن القومي اللبناني هيدا بيصال آخر شي يلي بيعمل يلي ما بيعترف بسيادة لبنان بيتقشط منه الجنسية اللبنانية في موضوع كتير خطر لا موضوع لا هيدا موضوع أي أنه بيأبا حبيبي أنت ما فيك تعتبر علنا أنه لبنان مش دولة قائمة سيدة حرة مستقلة والأمن القومي اللبناني فوق كل اعتبار من بدو يعملها هيدا وعندك القضاء مسيس نيح من هاجم هوني بقلك أساس بناء لبنان الجديد هو استقلالي القضاء أساس لبنان الجديد هي بناء أو إعادة بناء الدولة العميقة اللبنانية يعني إدارة الدولة اللبنانية يعني عمليا مؤسسة مؤسسة الدولة اللبنانية الحجر الزاوية تبعها المؤسسة هو القضاء اللبناني من هون مشروع وطن الإنسان استقلال القضاء هو واحدة من الثمانية الأساسية مثل الأمن القومي استقلية القضاء بتبلش بأنون يلي مكتوب يلي خالص يلي عنده قصة يلي أنا عملت محركة عليه أنا عملت سنتين بس مجلس نواب ما لحقنا إذا بدك بس اشتغلنا كتير بهالسنتين كتير كتير بهالمواضيع البنيوية واحدة منهم مثلا اكتشفت أنه أنون استقلية القضاء يلي جيب عليه فانس من الانترناشر الكوميونيتي من اليو اس ايد ومن إذا مش غلطان النازرلند معمول على عشر سنين دراسات وعامين أنون هالقدي حطود بالجرور لا أضرب قطع من الجرور قطع اللجنة وصل على اللجان المشتركة صوت عليه وقر راح على الهيئة العامة انطلب من رئيسة الوزارة ينسحب إلا شهرين بس بديو يصلتوا فيه غابتوا فيه كم شغل إلا ويردوا راح وماعد رجع عبدك الحقير عمل مساءلة أوفيسيال وينو وينو يا خي ويننا الشهرين أنا جيت هدى هدى كان عمل أبنا جينا نعم يعني قبل الانتخابات 2012 بشيه أربعة شهر عملنا مساءلة وينو هالقنون يجينا جاوبات مش واضحة وبعضوا لليوم بروحوا بيجي هيدا الانون إذا بتتعمل اللبنان الجديد مجبور يمشي أوكي مين بدوا يمشي اعتبر أنه مجلس النواب صارت الانتخابات وأفرز مجلس النواب تقريبا الموجودين لا لأنه دراسة بتقول هيك مع تعديل طيب كيف راح كيف راح نقدر نوصل لنعمر لبنان جديد استقلالية القضاء نقدر نطبق لمركزية نقدر نعمل بلد فيه قانون هو شي ما نعرف شو بدنا ونتنعرف شو بدنا أنا لقلي صارت واضحة بديك ترجع تعمري الدولة العميقة اللبنانية تتعمري الدولة العميقة يعني عمليا إدارات الدولة اللبنانية بديك تعمري الدولة من جوا اللي ضربنا نحنا اليوم أنه صارت الدولة اللبنانية مزرعة للسياسيين تتحدد العطل إذا ما متحدد العطل مش هتعرف تشتغلي بهالدوائخة كلها في كتير مشاكل كل كتير مشاكل بس بديك تعمري شو الأساس الأساس الواحدة والتسعين بس خلصة الحرب خلصة الحرب بفكرة عطلة تمديد لزعماء الحرب وتغيير البدلات ودخولهم إلى الدولة اللبنانية هادي المشكلة الأساسية ما بقى حدا يكذب على حدا بليز خلصنا هادي غيروا بدلاتوا نفاتوا شو عملوا أول شي اللغيوا دولة فؤاد شاب بأنون شو اسموا الأنون أول أو تاني مجلس وزراء شيلوا الأنون لغيوا الأنون اللي كان عاملوا فؤاد شاب يلي بيمنع لكل مسيس ومعه بطاقة حزبية يفوت إلى ملاك الدولة معك خبر ما حدش بيحكي فيها هادي ما حدا بيحكي فيها شيلوا هادي وصار من وقت لها لا ما في شخص لحظة 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 بدك فوتهم على الدولة مش هفوتهم على الدولة بلك تتبطهم لا كيف ها معقول هادي تتطبط إذا في ناس عم تصرخ برية المستشفى برية قودة العمليات تتطبطينهم بتفوتينهم على غرفة العمليات بيموت المريض هيك صار يا خي أنتوا عم تصرخوا بره كانت الدولة بعدها عم تشتغل شوي ليك شو صار فوتناهم لعبناهم بالمحطات الكهرباء لعبناهم حط التليفون لعبناهم كسروا كل شي وقع على رأسنا وفلست الدولة فهيدي هي صار كل شخص اليوم لكيف قلبت لقية كل شخص مش مسيس ما فيش فوت على ملك الدولة البنية انتهت آخر شي فريق كبير تاتا وبناتا يعنيها عم يلعبوا نتيجة فلست الدولة لترجع أريير الدولة المؤسسة الدولة اللبنية ممنوع السياسي يقرب عليها مؤسسة الدولة اللبنية مؤسسة محترفة قائمة على التكنولوجيا الموجودة الجديدة اليوم اليوم بستة شهر فيك التعمل الدولة الرقمية يلي ما فيش السياسة يخربط فيها تعرفي أنا عم بطمح وعم بحلم وعم نكتبه للإنون الإنون مثل ما فيه بالهند فيه إنون بالهند إذا السياسة يتعطر بإدارة الدولة بيرفع دعوة علي بفوت على الحبس معكي خبر ما خلق بتصير إنونيا إنونيا ممنوع السياسة يتعطر بإدارة الدولة هذا بقولولك هذا بالهند باللبنان باللبنان ما كانت موجودة ما أنت كيف تعملي بس تعملي إسرائيلية القضاء بس تعملي إسرائيلية القضاء بصير القاضي حر ما بصير القاضي خيفين من السياسة بصير حر إذا بتعملي إذا بتعملي ترجع أربع أربع مؤسسات بالدولة هني المؤسسات الرقبية يلي بيأسسوا يعني إذا بدك هالأربع مع الضمان مع القضاء تقدر ترجع تعمري إدارة الدولة كلها وتحميها الهيئة الرقبية الأولى أول شي عندك خدمة مدنية عندك تفتيش المركزي عندك دوينة المحاسبة وعندك الضمان الاجتماعي من تاني مال هاو الأربعة بتعمري عليهم هاو الأربعة بتعمري عليهم البناء الجديد بتعملي الإدارة عن جديد تحميها بأوانين مثل قنون كيف بتعيني المدرع العامين والفئة الأولى كلهم هاو دي ورش بدون ينا عملوا يعني ما بدي أحس أنه عم بيحكي بتفاصيل بس للأسف مشكلتنا هون إذا ما لح نعرف تفاصيل شو بدنا ما لح نربح هلا غاية هيدا موضوع الموضوع التاني كيف نتفق مع شريكنا اللبناني أنه خي أنت بدك هيك ولا ما بدك ما بدك أنا بدي خي ما كلهم بيحكوا أنه هنه ما بدون هيك بدون يبنوا دولة بس بالممارسة عم بيخلها في كل واحد عنده الأجندا طبعه عم بي شو بيقولوله بيعمل هيدا هون كوة تغيير الجديدة لطالعة كلنا سوا من أنتفق رايحين نعمل هاك يعني إذا تصلنا 30 نايم إلى مجلس النواب ملتزمين بهاو بتكوني أنت خميرة بعجينة فيكة خمرية كلها وتصير عجينة مزبوطة وبقل لك أنا الشعب اللبناني بيكون عم بيطلع وعم بيقشع وعم نقول للعالم أنه نحن قابلين للحياة في ساعدة بيجيك المساعدات مع مين بتحس حالك تقدر تتعاون بمجلس النواب ليك أول شي من حاليا أول شي أول شي كتير ليك ما بدي يقعد تصنف عطي نقط لك عيب أنا برفض أنا برفض أنه أعمل عطي نقط لك الواحد أنت شاطر وأنت مش شاطر أنا بدي أقول هلأ عنا ثلاثين عنا فرصة نجيب ثلاثين نايب إذا توحد كل كوى التغيير وكوى المعارضة هذا عم يشغل عليه هلأ ونحن كتير إقراب نصل هاي بواحد نان كتير مهم مش بس نتوحد نتوحد على شي واضح يلي إله عليها بلي عم بيحكيه هلأ تالت شي بس تصالي في من الأفريقاء التانية اللي بدون يوصالوا في مواضيع مثلا السيادة واضح مين حليفك فيها تغيير أنا بسمي النظام التشغيل للدول اللي هي تطوير إدارة من جوا معروف مين حليفك فيها بمواضيع العلاقة بالحمايات الاجتماعية واضح كيف تشتغلي بقى هالمواضيع بتصير على القطع لأنه تعرفين إحنا بالديمقراطية يعني في عمليا إذا نحنا 30 نايف بعد في 90 نايف عمليا كيف بدأ تصير بدأ يصول فيه شغل على القطع وين معقولت تلتقي مع نواب حزب الله مع نواب حزب الله لكي عنا مشكلة أساسية معهم إذا ما هني اخدوا قرار أنه يقولوا أنه اللبنان سيد لكل معنى الكلمة عندك مشكلة أساسية معهم لأنه أنا شفتها وأنا شفتها لأنه في أشخاص كنا نحكين إحنا بيهم أو يادم وأنا بتحكي أنت بيهم فيك تحكي اللي بتفاجئك أنه ما فيهم يكفوا بشي مقنع لمصلحة لبنان أوقات كتير بيتعرض لمصلحة لبنان مع مصلحة مثلا إيران أو حدا تاني بتشوفيهم يا خي عم تاخدوا قرار ضد مصلحتكم ضد مصلحت أولادك هاي دي المشكلة الأساسية بس هاي رح ترجعوا توجهوا لأنه هن ذاتهم نحي جعو بس هن مش عيكون عندهم أكترية بتأمل بتتأمعي نعم طب وإذا كانوا هن الأكترية شو بيصير اللي عمنا عملوا شو أول شي إذا بكل بكل شي بتعمي بحياتك في ربح وفي خسارة نعم اللي بيخسر أكتر شي هو يلي ما بيجرب نحنا ونا نقاتل ويكون عندنا شرف أنه حوالنا إذا خسرنا بيكون عندنا شرف أنه نحنا قتلنا لأخر رماء قبل ما لبنان يتغير ويسير عن جاد ما يشبهنا يوم بالأحداث الأخيرة اللي صارت بالطيونة جبران بسيل بيخير المسيحيين بين تفاهم مرمخايل وطيونة هل بتشوف أنه هالتخير أمر منطقي؟ أول شي كتير كتير تفجأت ومتبا بقولوا حسات بقرف بس اسمعت هذا الشيء انتفضت وانتفضت كتير لبنانية مثلي نحنا مش بس نرفض هذا الكلام نحنا جوابنا جوابنا الشعب اللبناني جاوب واختار إذا هيك إذا هيك لح تنفرض الأمور اختارها عن رماني خل نكون واضحين بس نحنا مش يعني عايب تنحط بهالإطار بهالوقت عايب تنحط بهالإطار بهالوقت لأنه بجرع بقلك هيدا كمان إلى علاقة هون مصلحت إذا بدك بس تقولي التغييري اليوم بالحلفاء اللي عم تتركب جديد هو التغيير أحد الأفانتاج طبع التغيير أو الجديد المغيرين أنه فيه احتمال يكونوا ومننا نتأكد مننا نتبهي مع كل واحد بتعملي باكراوند تشيك إذا بدك أنه يكون حر ما فيش عنده التزامات كتيري يلي بيكون صاروا زمان بالسلطة فيه احتمال يكون صار في عنده كتير بسمون لقج إيه التزامات وإخبار بسفى ها مش الحركة للأسف بيّن بهالحركة جبران أنه أنه أبعرف مش معقول لك ما أفكر هيك ما بصدق أنه بفكر هيك بس قال هيك إيه بس أنا ما بصدق أنه بفكر مش معقول مش معقول أنه بقول لدي دم على الطريق الناس خيفاني كانت عمّت الناس خيفاني هل تعتقد أنه دايما بده يقدم ورقة اعتماده لحزب الله لأنه بيعتبر حاله مرشح لرئاسة الجمهورية يرضيون لا هارتها لا مش ورقة اعتماد لرئاسة الجمهورية لا لا أنا بتصور نوع من احتياط استراتيجي نجبروا يستعملوه ولحظة بلحظة مهمة على دم الشباب شباب أكيد لأنه كانت وضعها وضعها دقيق كتير يعني الغلطة اللي صارت خليني اتفق عليها الغلطة اللي صارت أنه كيف بتفوتوا على بيوت الناس بتكسرهم سياراتهم يا أخي نفهم نفهم عاملين مظاهرة على الأصر العدل شو صار معكم؟ لا شو يمنعون ما يفوتوا على كثروان متل ما فاتوا على عدل الماني ما هو هيدا يلي ما هيدا الكلمة يلي قيلة جبران دوترو متل ما بقولوه أنه بتعرف هاي جملة مهمة أنه روح فرصة كتير كبيرة عليها جبران أنه ما يحكي نهارة طبعا حكي كان أفضل شي ما يحكي لأنه واحد أمام هذا الوضع شو بدك تقولي؟ شو بتقولي لي إلي أنا ببيتي هون؟ شو بتقولي لي؟ كيف بتقولي لي؟ أنا مملوح زعي الحلقة إذا جاء مكسر لي سياراتي وتفرج عليه حبيبي تقبرني أنت فيش خلقك إيه فيش خلقك تاعك هي هون كنابية تاعكسرك كيف يعني؟ قالوا له يا عنترب من عنترك لا عن جد هالمرة قضون وأنا بقلك شغلة أنا بزعل أنا بزعل أنه أنا عمر بلد أنا عمر بلد مع كل مكونات لبنان أنا باعتبر الشيعة أخواتي عن جد بكل معنى بكل بتعرف أنا ببكي بس شوف حدا عم بموت عم يدفنه شهيد عم يدفنه شهيد عم يدفنه أم عم تبكي باية شو هالحديث هذا؟ من هيك أنا بقلك السيادة بتاعتي سعادة لأبناء لأنه بتسيب واحد دي عن مصلحته ما بيعمل مصلحت غيره المشكلة الكبيرة بس واحد يفقد السيادة أنه بصير عم بيأمن عمليات وأهداف ومصالح غيره على حسابه أوقاتك هو بيفكر أنا مش هحسابه فينا نزوج اتنان سوا بس بيجي أوقات بالعلاقة بديك تختار وعطول عطول إذا مش سيد بتختار مصرحة سيدك وأحسابك وهي دي كتير بتوجه كتير بتوجه كتير بتوجه كيف بتلاقي أعداء العهد وكيف علقتك معه؟ يعني هيدا سؤال تضيع وقت عم تعبه هوا أنا عملياً أبقشير أضرب من هيك للأسف المشكلة الكبيرة وين؟ ما كنت شايفهن قبل ما تفوت معهن؟ بلا بس أنا بديك تفهم أول شي مشايف كل الناس بس برجع بقلك كل فرصة واجب تعرفيها الجملة؟ نعم كل فرصة واجب في فرصة أنا نجرب نغير المسار لأنه عندهم قدرة يعني بجع بقلك بس يكون في عندك كتلة 29 نايم ورئيس جمهورية وعا أساس في ست في ست خمسة أو ست أشخاص بمجلس النواب أو حوالي مجلس النواب بسيطروا على القرار تقنعيهم أنه خيها مصلحتكم معقولة دا لكم تحرقوا مزود متل ما عم تحرقوا مزود وتخسروا ست مليار دولار بالسنة تحرقوا مزود بالكهرباء وتخسروا ست مليار دولار بالسنة وما تتطلعوا وماشي ماشي حولهم نتدين صنعوا خمسة عشر سنة بيتدينوا يعني ما عمين شو عم تعملوا بلوك شو عم تعملوا أنتو تتعيشوا تتروحوا تتنبسطوا بالألف خمسمائة ليرة الدولار أخا سرقتوا أولاد أولادكم بلو كيف أنتو فيكن دم فيكن دم أنو عم تسرق أولاد أولادكم شو رأيك اللي صرحوا يعني تا يعيشوا اليوم يعني تا يعيشوا بس تعرف الشيء كده تا من ثلاث سنين تا يربحوا تا ينبسطوا بالانتخابات زادوا زادوا المعيشات كل مواصفين الدولي تا يروح ينبسطوا كلنا سوا وراحوا عالتركيا مرتان ثلاثة بالسنة وراحوا وصاروا يسافروا ويعملوا هن بس يفكروا شو عملوا أنو ابنن هلأ 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 ابنن طلع من المدرسة هلأ 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 ابنن وابن ابنن بدو يشتغل كل حياته لا يقدر يأكل يأكل لحمة يمكن لا لأنو انتو ينبسطوا ستة شهر شو رأيك بل يصرحوا الرئيس مئاته اخ التصريح قال انو اليوم انو الدولة هي دفعت عنا الكهرباء ودفعت عنا الماء ونحن لازم نتحمل بعض ايه اول شي هي دفعت عنا الكهرباء هي دفعت عنا مزبوط هن عملوا شي على عشرين سنة كارثة لا لأنو كانوا عم بيستعملوا اموال الخاصة يلي عم يشتغلوا الانتشار اللبناني بالعالم كله جيبوا هالدولارات الفراش يعطيهم فون وراء اسمهم دولار وياخدوا هالفراش يسرق نصهم يعملوا سياسة بالنص الثاني شو يعني يعملوا سياسة بالنص الثاني يعني يعملوا هيك يدعموا الكهرباء والماء وهو دي ويوزعوهن على الناخبين انو ينبسطوا وسكتوا طيب المواطن شو خاصوا بالاخر خي ما خاصوا خاصوا انو انتخب انو صدق اللعبة من هلأ ورايح انا كمان بدي اتواجه للمواطن بدي يقوله يا مواطن نحنا سوا انا وياك وكلنا سوا ما بقى نصدق اللي بيعطيك كدويات هيك بلاش عالطول تفكر ياعمل كيف هدا انو واحد يجي يقلي تعالف شو خلص نحنا بنا نكون مبسوطين ثوري هلأ في انتخابات بفرنسا مزبوط في ثلاثة ضد بعض الشي ثوري واحد منهم يطلع يقول انا بدي شيل التاكسات كلها سفر تاكس سفر سفر تاكس يعني انت بتدفع بالسنة يحسبه مئة الف ايرو تاكس اذا بتدفع تربح مئتان الف حددلك هيهم خلص بيربحوا بيربح الانتخابات بيربحوا بيكسحها لا ابدا لا ابدا ما بيربحوا بيكسحها لانو الشعب اللي في الزاوية طلع في حبيبي عم تحكي علينا كيف تدفع للجيش كيف تدفع للكهربا كيف تعمل كذا بلا تدين لا حبيبي انت كذب الفرنساوي لبناني ليش ما عم وصل لها المرحلة لانو يوم تعلمنا هلا من كيسنا انو خلاص ما بقى نصدق واحد بيعنا حكي بنا نفكر تعال حبيبي كيف كيف خبريتك تركيبتك كيف اه ان احنا اليوم ممنوع ندقبل الكهربا بدي تضل الكهربا ملك الشعب لاش هي ملك الشعب يا كذاب ولا هي ملكك انت تسياسي قاعدة عم تحلبها كل النهار هاي دا هاي القلمات اللي انا نقول لهم اليوم مطار رونيم عوض قاعدين عم يشامسوس هلون 30 سنة لاش من بقى اجروا له حدا مطار بيروت فينا نديره مئة مرة احسن من هيك اذا من جيب شركة دير من جيب من اجره على 30 سنة أو 20 سنة بور بيروت قاعدين كلها لا هيته للدولي اوكي شو عملت فيها مغارد علي بابا صلى 30 سنة بقى اليوم نحن تثمير الاصول الدولي اللبنانية تثمير الاصول واستعمالها ما بقى احدا يفتحتموا ما بتعفو الدروها وعم تستعملوها انتو كسياسيين هاي دي شركة للكم وانا نقشتكن ايها وبدأ تروح للشعب اللبناني مزبوط بخدمة احسن بادارة مروفسيونال ونطورها ونجيب مال عليها وعلى اساس ما ليش نطلع والمودعين اللبنانية هاك بتردولهم مصرياتهم من هاك نحن ما نوصل على السلطة منا نوصل على السلطة ما فيه بقى لعب لانه ما بيعفو يديروا اموال المودعين بتردينهم بهالطريقة بس فقط لا غير تب شو بتعمل اذا كل سياسة فيت بالبورد طبع كل بانك وعامل اللي بدو يعملو هاي دي هاي دي لانه وصلت لمرحلة سا ازا بدك استحلو يعني بلشت هالعمالي من ايام بانك المدينة اللي بعد هالا ممنع الشعب ما هينهم لقيوا لقيوا لعبة انو احيان لعبة ما بتعرفي هانكتي كان بالوالد وست ايام الكوبوي عم بيحكم هونيك واحد سرق قالوا سألوا القاضي حاطوا عم بديو يشنقوا يعني قالوا ليك بيسلك سؤال ليش انت بسرق بس بنوكي قالوا لانه هونيك في مصاري ها بمضيع وقت لما الدكان والمفار ماشية وروا عالبنك عالمنبع بقى الشباب مضيعوا وقتهم راوا عالبنك لانه هونيك مصريات رفتيكين بقى هاي دي لكي انا البنوك بس درسلا ندرسها كلها هنه هنه مش ال ازا بدك هنه مش الشيطان الاعظم هنه هنه الشيطان صغير وعن بحكيك كاسي معنا ما هو الشيطان الاعظم هنه الكتلة السياسية يلي وصلت مرحبية يلي بسموها المنظومة اليوم يلي وصلت انه بصت باللعبة مهمة تكفي وهيدي بلشت العملية بكلمة المحاصصة مرح طلعوا مذكر التوقيف بحاكم مطرف لبنان وراحوا ليجبوه وما عادوا قدروا يجبوه شو رأيك بهاللعبة اللعبة عم تصير يعني هايدي عبوي بالانتخابات عملية انتخابية واضحة عملية انتخابية واضحة انا بقلك شغلي هذا الموضوع يعني عم ينبشوا عكبش محرقة مش عم يقلك انوش مغلط مغلط وغزة وكل شي بس اكيدي اكيدي هو الشيطان القذر اكيدي يعني من هيك عايب تنبش انا بفضل انو الضغط يضل تنروع على الشيطان الاعظم ترجع الانتخابات اليوم شو التركيبة اللي عم تعملها بتحالفاتك مع الكتائب وغيره وبقلبك السروان وبراته هل عم تجاري بتعمل كتلة كبيرة كتلة وتكتل تكتل هو وتكتل مش انا عم بعمله بس انا وكل شخص عم يشتغل بالمعارضة وكوة التغيير نحنا خدنا قرار الايجو ما عم نكسله يعني انا اذا بتفكر شو عم بتحمل يمين وشمال بس كده كله بمسحه خيفان كتير كتير انو نحنا نبرهن للعالم كله انو حتى حتى يالي متوقعين مننن نحنا وكل دول اللي بتحب لبنان الصديقة انو يكونوا متوحدين ليحضروا للبنان الجديد يكونوا هني كمان مضربين ساعتها بيتأكدوا انو لبنان مش قابل للحياة وساعتها عمقلك هالمرة مش عشرين سنة بوصاية بتروح خمسين سنة او ميت سنة بوصاية من هون كلنا سوا بدنا نقول لا مش وقته هلأ الضعف البشر الصغير انو انا بتقعد قدام وانت بتقعد قدام وانا القصة وانت القصة لا وانت مش انت نص فحص دمك مش نضيف مية بالمية وانا نضيف بالمية ووزع اشهدات وانا اذا بدي وزع اشهدات تي ناس بتسعود حولي لأ هاليوم لحظة نقول فيها فيه كوة تغيير فيه كوة معارضة عارفة شو بده وهون الشغل الاساسي يلي بدي بلش عم نشتغله كتير خيه على شو ما متفقين تفقنا اوكي انو هوليك ما بيسوق لما كلكم بتتفقوا بتعملوا جبهة معارضة كبيرة مؤلفة لانو اليوم نشوف القوات بيحكي نفس الخطاب الكتائب بيحكي نفس الخطاب فارس سعيد بيحكي نفس الخطاب نعمة فريم بيحكي نفس الخطاب ليش ما بتعملوا قوة معارضة بكل لبنان لا طالما عدوكم واحد لا لانو اول شي اول شي فيه مرحلتان في المرحلة الاولى يلي اسمهم بدي يسميهم انا المعارضة عن فريق المحافظة اللي هني يلي هني اليوم واضحين يلي هني بعضهم بالسلطة يلي ضلهم باليعني القوات اللبنانية اخر في شغل بتشفع فيهم انو هني ما كانوا بالمزاريات الاخرانية نعم بس بعضهم مجلس النواب متلو مو اللي ما استقالوا اكيد انا بلو مو ما استقالوا بس انو بس انتو استقالتو شو صار؟ اول شي صار انو هلا اني بقدروا اطلع فيك اطلع بالناس وقولنو انا ما شركت بهالجريمة انا فتت سنتين عمجلس النواب معروف شو جربت اعمل وما زبطت قلنا نكون باي باي القوات اللبنانية في محلات هني اكدلك انا هني حلفاء في قلب مجلس النواب بموضيع اساسية بكرة بالسيادة انا اكيد انا بتأمل كمان بالاصلاح العميق يلي الو علاقة بين المركزية الموسعة علاقة تكفي ونميحة بالانتخابات لا اكيد بلكن ما في علاقات انو كراهية بديك تعرفي شغلي هيدا الانون بتخلص اللعبة باللائحة بالعكس بتبلش المعركة باللائحة يعني اذا فيها اللائحة قوات لبنانية حسبك تمان احنا هنكون ضد بعض على صوت تفضيلي بتحط معك باللائحة حدا كان قوات لبنانية كانوا اذا ما ننجح كل واحد شو كان شو قال الحديث حسب وين اليوم وعشو متفقين ولوان رايحين هيدا الاساس بس اكيد بديك تشوفي بقلب اللائحة كل شخص ده شو صريح ده شو نظيف بس برجع بقلك اذا بديك الكاردو فينال هي اللائحة يعني من بعد التصفي الاولى بتفوتي على اللائحة بس الفنال هي بالصوت التفضيلي يعني المعركة الاخرانية بالصوت التفضيلي يعني اذا انا وياكي باللائحة مش يعني صرنا خلص حبينا بعد صرنا واحد لا كل واحد بديو يشتغل لا يقدر يجيب اصوته يعني تبه المعركة الكبيرة انا عشتها في 2018 قلت ما حتى بيستاجي يروع على مطقع على لكاء سياسي مع واحد تاني باللائحة تابعه لانه كل واحد على رايحة يعني صارت مضارة بشخصية انه انا خيه صوتلي لا ما تصوت له هذا الانون هاك لاش هاك لانه هاك نلعب بهذا الانون طيب اليوم شو بيزيدو لك الكتائب بكسروان وجبال لليحة شغلتان اول شي على مستوى لبنان نحن المعارضة واحدة عرفي اذا كل واحد عم يفكر كيف بديو يكون هو بطل الفيلم واحده بنكون لأصاص طبعنا برجع بقلك وبحمله مسئولية كل واحد عم يلعب بهالافكار بحمله مسئولية بس في قوة بالمعارضة فضل فضل مئة سنة فقدان للسيادة اللبنانية مئة سنة اذا احنا برهن بنعرف نتوحد بنعرف نكون فريق واحد ونعرف نمشي بالاتجاه المصبوط فاذا كتائب انا كتلي كل يلي استقبلوا من مجلس النواب يلي اخدوا قرار صعب هاو على القليلة عندهم شي بيجمعوا بهجب بهالموضوع بلوس ناس تغييريين جدا بس مش حيالة جديد مش انو انا جديد تغيير لا خيه جديد فيك تكون اضرب من الموجود نظبوط انا في في ناس بأكدلك اضرب من الموجود بأكدلك لا قيامهم متل قيامنا لا مستويهم فكري متل مستوينا ما في مشكلة فيها بس حسب وان رايحين اذا عندهم فكرة بفكر براسهم انو هن رايحين على اللبنان تحكي يسار مثلا من واضيع معين مش كل اليسار انو مش اليسار ديمقراطي نحكي عن اليسار في ناس خطرين مؤمنين انو لبنان لازم يكون خلص ماشي هو أرد بل قيم بل مبادئ بل كذا لا حبيبي نحن مدبل فيه نو نحن لبنان معروف شو هو commands معروف شو هو هو اربع مكونات مسيعية شيعة السنة precis عادوا عباعدهم طلعوا وباعدهم و قيلوخي أنا بتعيش معك ابدي عيش معك ننبش على كيف سوا من اننعمل هدف اساسي شو هو ما ننبش إليه الهدف الأساسي نحن العيناء واضح سعادة المواطن اللبناني سعادته فقط لغير هيدا الأساس سعادته شو يعني أن تكون سعيد بدي أول شي يكون سيد بدي يكون عندي حرية تكون عندي أحسن مستوى حياة أنا ما فيك تقل لي أنه أنت بتعيش في لبنان إيه بس بدي عيش أنا إذا عملت عملية إزاي دي مع قول موت لأنه الطب مش ظابط لأنه الحكمة الشاطرين فلوا لا يا حبيبي هيدا هيدا اللي إلي علاقة بمقومات انت فئية سوا أنا ما بدي يكون عندي أحسن مستشفيات إذا ما بدك يعني أنت مش ماشي بالسعادة تعطي أنه نفصل هون هالمواضيع فإذا انطلاقا من هون بتعملي الجامعة الوحدية اللي إلي علاقة بلبنان الجديد يلي بلاد برهن أنه نحن قابلين الحياة وبعدين بمجلس أنه تشتغلي على القطة إزاي فيه انتخبات هيك بصير إذا مصر فيه انتخبات بنكون برهنة أنه نحن قادرين نجتمع مع بعض ونعمل إيد واحدة ما شاء اللي يترمهم اليوم كن بدي أترى لك أنه في بعض التغييريين بيقولوا أنه اليوم الكتائب اللبنانية مضبوط أنه استقالت بس هيدا ما بيمحي وصمة أنه شاركت كتير من حكا معاقيين الرئيس أمين جميل بقدروا أنه اليوم مش مجرد أنه استقال أنه خاص نمحي له خطاية كيف بدي فوت مع حدا هيدا وكان موجود أوكي كان عم بعارض بس أنه ما قدر عمل شيء ما بعرف أنه أنا اليوم إذا بدي أسمع اللي عم يحكي يعني هيدا الشخص بدي أسأله إليه طب أنت جدك وان كان إذا بدي أحسبها هيك بديك لأيين بركي كان جده عم يسرق سيارات مضبوط إذا بدي أحكي عم بجده وببايه للزنمة تعطي نحكي نفسفصله كل واحد شو باكره نطبعه شو رأيك بالتوريس السياسي هل أنت معه أو طلطو؟ أنا يعني التوريس كما أبدأ مش كافي يعني ليبرر شخص بمركزه إن كان بالشغل نحنا منعيني منا بالشغل قبل بأنه شخص مش كفوق بس لأنه ابن صاحب الشركة أو ابن صاحب المستشفى بديو يعمل عمليات جراحية بضر بالسياسي زد شيء اللي علاقة بالشخص بس بذات الوقت أنا مثلا ما يخصني أنا بفتخر أنه بدي اسمه جورج وفرين بفتخر أنه ترك لي حل اسم يلي هو مسؤولية كتير كبيرة علي وأنا بقلك شغلي بدي عمليا رسم صورة كتير واضحة كيف الإنسان بيكون بفوت إلى الشأن العام وبدل يفكر عمليا بالطريقة اللازمة بناء الدولة اللبنانية مش يصير رجل سياسي لبناني وهذا العم جارب أعمل وبإن شاء الله بلحظة من اللحظات أنا وعموت وعمفل لقي حالي أنه حققت حققت رسالتي دب اليوم في تراند بلبنان كل واحد معه مساري بينظر على انتخابات النيابية شو رأيك بالأموال اللي تصرف وحضرتك يعني خطط الانتخابات في 2018 ويقال أنه أنت صرفت بحدود السبتعشر مليون دولار يقال 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 معها الأدية صرفوا لك أول شي بدي إليك شغالي قصة قصة المال أول شي تنبلش سؤالي سؤاليك مقصوم قسمين كل رجل معه مساري بترشح أنا بقلك مسار معي مساري في 2018 و2005 كنت عم بشتغل بالشأن العام مباشرة أنا كشخص غير بي وما قدرنا وما ورفضت ترشح ورفضت بالألفان وتسعة وبعض وميشيل إسلاميان زعي مني لأهلأ إذا تتذكر التاريخ نعم نعم وزعل مني كتير كتير مش شوية بطراكسفير يعني لك يافرام يافرام ويافرام وزعل مني لأنه بيعتبر ومعه حق لو ترشحت أنا بالألفان وتسعة يعني فرقت لائحة ميشيل عون وكل اللي طلعوا ألف وأرمعمائة سوت لو ترشحت كانت سقطت كلها مع ميشيل عون ياريت إيه؟ لا ما بدي أقول هك هذا التاريخ فأسلا أنا ما بحب أنا هدفي معامل سياسي أنا هدفي واضح بالحقيقة خلق فرص العمل باعتبر هيدا تحقيق رسالتي ظلني نم إنما شركات وإخلق فرص عمل لأنه هاك بمبسط هاك بحق ذاتي هاك أنا شاطر فيه طيب شو رأيك بنيات اللي بيدفعوا حق الأصوات الانتخابية؟ أول شي بنت خبرك يا هيدا تاني الشيء هلأ بخبرك عنه أول شي بما يخص الأشخاص يلي بيساعدوا لأنه متما عم تخلق فرص عمل وعم تخلق بحياتك الخاصة بتاع المصاري في نوعين من ناس بتاع المصاري في ناس اللي بتاع المصاري تتعمل شريع واتكبر وتساعد وفي ناس بتعمل المصاري لأنه هي بتحب تكبر حالا وتنبسط بحالا وتنبسط بالمصاري الشئ الاول بتصور انا بنتمي بهذا الشئ الاول يلي عن جد انا اغنى واحد فيهم كلهم تعرف اليك لانه بحيج لا اقل شيء انا بحيج لا احنا بحيج لا اقل شيء ما بدي شيء لا بدي سيارات لا بدي سيارات لا بدي موتو بس هاي الشغل الوحيد اللي بحبه لا بدي يخوتي ولا بدي شيء انا بحب ونحنا برسلتنا بعيلتنا مبنيين هايدي حتى من قبل ما كان عنا مصاري يعني ايام ستة وتا كنا عن جد موجوعين بليا وبي عنده هنه ثمان اخوة وعاشوا كتير ايام صعبة كانت اذا معها زيتون امرت بين زيتون في عشرة خمسة عش والمية عشرين بالمية منه بدي توزع هايك راسنا مشتغل مؤمنين بهالشي وهدي مكافية معنا وخاصة انه نحنا اليوم عنا واجب لانه منقدر انساعد شخص انت بتكون واحد عبيب بايتك نحنا سوا عم نروح على المستشفى بيموت الزلمة اذا ما تساعدين بتركيه انت مجرمي انت مجرمي رمنا بيلعنيك وهاي ما قلنا عليها بني انت خبير وهدي اكتر شيء كل الناس بتعرفها انه نحنا ما قلنا عليه عمل الخير واجب خاصة بهالايام وانا بدي اتوجه لكل واحد بيخبر خبرية من هالنوع حبيبي اذا انت معك فيك تعمل فيك لف عروستان وحدك صبي مش قدرين ياكل بتعمل عروس تشيل عروس تعطيها شوال حديث نحنا عيشين ايام مجاعة ايام تعتير ايام مستشفيات عم تنهار فاذا هذا واجب علينا هي ما قلنا عليها بالانتخابات نهائيا ما قلنا عليها بالانتخابات فاذا موضوع الانتخابات شي تاني موضوع الانتخابات نحنا يلي بيعتبروك انه انت لازم فيك تساعدي بس يجي واحد يطلب منك انه انا بدي فوت على المستشفى اذا ما ساعدتي بيعتبر ان انت عدو فاذا هاي مشكلة تانية بايام الانتخابات كل واحد بتاقلم معه بطريقته انا من الناس يلي ما بغير شي لا قبل الانتخابات ولا ايام الانتخابات ولا وعد الانتخابات مش بول هيدا بس تبهي يعني احنا ما بنحكي عنا كتير هاي لانو مؤمنين انو بتروح البركة انتبهي يلي بياخد اجره على الارض بتروح وقفوه بتصير هاي العملية عم تعملها لمصلحة خاصة انو احنا مش هيك عم نعمل من هك مش جايز نحكي عنا يعني جوار تحكي عنا هلا تبست جاوبك لانو هيدا انو عم تطرح يعني من مين عم تطرح من الناس بدغار بغارو بدون نبشو علي يعني الله سمحون بقفو عليه بس مهم يعرفو انو مش اغير شي في ولد بدون يعني عملية ما فيك تقولي لأ طالما انت فيك توقف على في حدود اخر شي عم ننهار كلنا وعيد فاكري انو احنا قاعدين انو هيك مبسوط ومش عم ننصاب بس برجع بقلك طالما ان احنا واحد واقف عايب ضل واقف وحده كله نوقع عايب بهاني لربنا ليش بعد لا هلأ ما اعلنت نوات ليحتك بكسروين وشبيل شو نعطر؟ لانو لانو ناطرين نصال الى خلق هال خايف ما يصير في انتخابات؟ في احتمال اي اكيد في احتمال بس مش هيدا المأخرني المأخرني انو اول شي معنا وقت تاني شيء دين خلق هاله هالفريق الكبير عوسطة واللبنان هيدا اللي بدو يعمل الفريق تبهي برجع بقلك في خيار وهي مسؤولية كتير كبيرة على الكل علي وعلى غيري وعلى كل واحد عم بقول تغييري ومعارضة وكلهم فيه هي مش حركة من 12 نايم ل30 نايم وممكن ما فوق إذا عمل فريق واحد كبير نخلق براند واضح مع موحدين كل القوى على 3-4 نقاط أساسية بالمشروع يلي إلي علاقة بالسيادي يلي إلي علاقة بالعدالة يلي إلي علاقة بتطوير النظام نحو من الطائف وتحديث الطائف بس انطلاقا من الطائف إذا بنخلق هالجو في فوق 30 نايم إذا فكنا وفجرنا وعملنا شقف صغيري وكذا لا أنا تغييري وهيدا تغييري بلوس هيدا تغييري إلا وهيدا وشمو استابلشمنت وهيدا كذا نعشر نايم 13 نايم وساعتها أنا مش بس هالقهرني وهيدا المخوفني هو أنو وراها خلاص العالم بقول هيدا البلد مش قابل للحياة محضرين هل هيدا آخر فرصة آخر فرصة لنقول أنو لبنان مش غلطة لبنان رسالة رسالة لبنان واجب لبنان حلم تحقق لفترة ورجع عم يكسروا ونرجع عردوا نحن نعرف أنو اليوم اللي بيوصل على الكرسي بيتكمش فيها وبيصير يعمل حساباتو هل أنت بخطك السيادة واخترت هالخط السيادة باختيارك للمرشحين رح تختارن من نفس الخط السيادة أو رح تراعي التقليد أو بعض الناس المفروضة عليك أو بكسروين وجبال لكن أول شي بتعرفي بهذا القانون مش كل واحد بترشح بتقول معك على لاحب يوصل يعني في شخص أو شخص سين يوصل أو ثلاثة ماكسيوم من هون أكيد هولة اثنان أو ثلاثة كتير مهمين يكونوا الأشخاص بدي تكوني تشتغل إنت وياهم بقى المجلس النواب والباقي لازم فيه شيء متل ما سموه يعني فيه قصص ما فيك تحملية حتى إذا واحد واقف حدك ما فيك تحملية بهالخصائص بلكن فيه كون مثلا جاي لأنه عنده قدرة أصوات كبيرة عن شرط مش جايب معه أمراض مش جايب معه أمراض بيعدي فيها اللي حوله فإذا فيه حكمة بدي حكمة العملية وبيدي تروي وبيدي ميزان جوهرجة بهالموضوع لأنه كمان عندك هاش هدف توصل هالشخصين أو ثلاثة لمجلس النواب يعني من لائحة من ثمانة إذا ما نوصل ثلاثة بنا نشتغل كتير بحنكة وبفكر انتخابة بلا ما نقطع زيح معي لذلك يصير الناخة بيقول أنه لا مش قدران أنه الصورة كتير كتير قبيحة هذا الموصل اليوم بيطلعوا الناس ببروفيل نعمة فرين بيقولوا هيدا مرشح لرئاسة الجمهورية بترشح حالك لرئاسة الجمهورية؟ ما بتصور حدا برشح حالك لرئاسة الجمهورية خاصة بوضع اليوم مثل اليوم اليوم الي اللي بيرشح لرئاسة الجمهورية هو إديش الشخص هو حاجة للمشكل الموجود إذا المشكل الموجود إذا الوضع الموجود نشبهها شوية مثل بالطب إذا المرض بالبطن بدك تنبشي على حكيم بطن إذا المرض بالرأس بدك تجين بحكيم رأس بقى هيدا يلي بده يشكل خصائص رئيس الجمهورية الجديدة إذا ضل الوضع الإقليمي هيك هناك مرشحين لرئاسة الجمهورية يقال أنه جبران باسيل واسليمين فرنجية أنت مع أي طرح؟ أو ضد الطرحين؟ أكيد أنا مع الحقيقة أن لبنان ما بعد اللي صار بالإنيهار أنا بنسميه إنهار العظيم مثل إي دي بي سي مثل بي سي أدي إي فور كرايست وأنا دوميني ما قبل المسيح ما بعد المسيح الأدى كبيرة الشغلة عندنا بلبنان نحنا اليوم نحنا اليوم لبنان الجديد إذا بعدك عم تحكي بهالطريقة ما بتساول يبقى أحدا من اللبنان من اللبناني اللي بتعرفيهم بيبقوا بلبنان يعني خلص بيكونوا حولوا اللبنان للدولة الفيشلي بشعوب هؤلاء الأشخاص بيضلوا بلبنان يعني هؤلاء تعرحينهم موجودين إي بس نحنا مش رح نقبل أنه نعطيهم لبنان هيكي بدنا نقات القدمة فينا بس بشعوب قليك لبنان الجديد في عنده خصائص جديدة لازم تكون إذا عاديك عم تفكري بهالطريقة وعاديو عم تفكري بهالطريقة أنا لا بيقول لك مش 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 مزبوطة الشغلة بغض النظر عن الخصائصهم كأشخاص هذا موضوع تاني واحترام ولا مش احترام هذا موضوع تاني عم نحكي عم نحكي طريقة العمل بالشغل والنمط اللي بوصل إلى هذا الموضوع يعني عمليا مرجع بجاوبك إذا جيين بس إدارة أزمة حيدي كانت تصير بس كان الشعب اللبناني بعضوا عميberي الكرسي بس اعد شعب اللبناني على ش الكرسي شي تاني ما بوجد يعني الانطريق أزم ما بقي دير ما بقي دير أزمي بدك تحل أزمه ما فيكي ديري أزمه واحد إعد معلّق احترق دينه بقي الشعب اللبناني بها بدير أزمت mate بجد أن تحل أزمت galera أو خلاص كيف بتأيب اللي صار بـ 1790؟ هل هي ثورة، انتفاضة أو حراك؟ وحسب اعتقادك نجحت هالثورة بإيصال نجحت أكتر شيء فيها أكتر شيء ممكن تنجح بدولة مثل لبنان دولة مركبة بكل معنى الكلمة أنت بتعتبرها ممولة من السفرات أو نابحة من القلب ونزلوا للعالم نعم أنت مولب السفرات انهيار بالعكس طبعا الشعب واحد أكتر من السياسيين يلي كنا عم نصرخ عليها صنع عشر سنين أنه ما فيكن تكفوا هاك الشعب اللبناني صرخ ما فيكن تكفوا هاك مش قصة الواتس أب هو هو أنه شايف الشعب اللبناني أنه هو الشباب رايحين حيستكلونا المدارس قبلين يوم ما عم ينزل والبنزين صار لأنه خلاص فالج لا تعالج عرفه الشعب اللبناني عرف أنه خبرناهم الخبرية عملنا قدمة فينا ما بدوا ينكوه هلا أنا منها نربح ما بقاش فيها نقول لهم حكي مش بالحكي صارت بالفعل من هيك أنا بقلك انتخابات فشة الخلق العساسية إذا ما زبطت هل فشة الخلق إن شاء الله ما نكون بالدم عم نفش الخلق هيدا نوصل لهم أكيد أنا شايفها أكيد أنا مثل ما نشايف أكيد إذا بتكفي هيك عم قلك عنا فرصة كتير كبيرة نكوه عن الحروب الداخلية كيف بتشوف الطريقة والأسلوب اللي خرج فيها الرئيس الحريري من الحياة السياسية هل بتشوف إنه أرار داخلي أو أرار إقليمي متخذ بحقه جبره إنه يطلع أنا بقول مزيج من اتنين بس ما في شك أنه الرئيس الحريري قرار شخصي هيدا وصل له وبفهم بالعكس أنه بس يفكر فيها أنه وشو عمل شو عملت له السياسة عمستوى الخاص إذا من تاني مال مش عم تزبط معه وصل له عملت له خسران على المالتان هيدا قرار أنا بعتبره مزيج من اتنين إقليمي وخاص مش داخلي خاص مش داخلي في فرق بين داخلي وخاص ما هي المواضيع البنيوية اللي رح تشتغل عليها بالبحوث والمبادرة بمشروع بطن إنسان في شيك أنت عم شوفه بالرشارت تماتك فوروم فورتيتو يريد تعطينا هيك نظرة نحن مشا مثل ما قلنا ما تطلقنا مشروع وطن للإنسان هو هو جواب على الأزمة كلها وما بدنا حلوله صغيري نحن ما بدنا نربح انتخابات ربحنا الانتخابات بألفام كونتعش في ناس في ربحوا انتخابات وما زبطت معهم نحن بدنا نعمل لبنان الجديد هيدا الهدف الأساسي فأنا بشنا على هالمواضيع لقاينة أنه تنصل للهدف الأساسي اللي هو سعادة المواطن اللبناني يعني كتير هيني إذا بدك بحكيها بثلاث دقايق اللوجيك طبع كل مشروع وطن للإنسان وحركت اللي بتخليني أتحرك فيها سيسيا ليش أنا اليوم ما استسلمت مثل ما رئيس الحريري وقلت لهم أنه أنا فالم لا بعد ما قلت هيك لأنه لقات فيه لوجيك معين فينا نصل إلى اللبنان الجديد فيه شو هي أول شي ننطلق من الواقع نحن أربع مكونات قررنا نعيش سوا نعم على أساس قررنا نعيش سوا في مبدأ في شي ربطنا فيه هو ساعة مواطنينا يعني نحن سوا من نكون مبسوطين مرتحين وإلا يمكن مش لازم نكون سوا من بعدها كيف من نترجم هيدا شي من ترجم هيدا شي أنه منبني المؤسسة الدولة اللبنانية هي بعيدة عن التسييس وهدفها خدمة المواطن اللبناني فقط لا غير بقليات بكذا بعيدة بناء هدي تنصال على هدي هدي شي ونحصنا نبشنا كيف بنعمل شو هني المواضيع الدقيقة اللي يزب نحله بيان معنا هود الفوروز اللي عم تحكي عنهم ياللي عم نعملهم وعم نعملهم وعم نكتبهم بينتهوا بقوانين تماني بنيوية والباقي الخمسة وثلاثين هني موضعية مثل كهرباء مثل الماء مثل البيئة مثل كذا تماني الموضعية بيحكي عنهم بسرعة كتير الدولة المدنية الحديثة مفهومة لقل مفهومة لقل شو يعني يعني رئيس الجمهورية رئيس الوزارة شو حقوق شو صلاحياته رئيس مجلس النواب المجلس الشيوخ كل هيدا يعني الطائف بل لكن مع فونكسيوناليات تالي قاله الانتجية طبعا لأنه بدنا انتجية وباور شيرينج وبزيط الوقت لم يطبق الطائف لم يطبق من هيك بنا نطبق أول شي ومنرجع منطلع وشفنا شو وامع قولي علة طورني بطريقة بزيط الوقت في محافظة على توزيع السلطة في لبنان على المكونات بس أهم شي على الانتجية وتحفيز الانتجية وباقش فيها نوقف هيك بس نعلق نطفة نعم ايه تنين قاله مركزين موسعة ناعتبر أساس خلصنيهم هو كلهم خلصوا الأمن القومي يلي اكتشفنا أنه في عندنا خلل أساسي بالقوانين باللبنان مش مكتوبين هوا الأوانين كل مرة كانوا يقربوا عليهم يوقفوا في شغل كتير كبير بالأمن القومي يتوسير استقليل القضاء يلي قلنا هو أساس طبع بناء مؤسسة الدولة اللبنانية خامس أنون الانتخاب كيف شو هالأنون الانتخاب يلي بيعملك هالمجلس النواب ومجلس الشيوخ يلي بيحمل الهواجس المناطقية والطائفية على الإنماء وتوزيع وتوزيع للسلطة بذات الوقت ستة هوية لبنان الاقتصادية الاجتماعية كتير مهم داشنا يساريين داشنا يمينيين كيف منعمل نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية ومنأمن العيش الكريم والفرص المتساوية الفرص يعني الإجاليتي إجاليتي بالحقوق والواجبات مش إجاليتي بكل شي بذات الوقت الدولة الرحومة يلي بيسقط على آخر ما بيضرب بالأرض في فلاء صغير تحت يرجع سابع الحيات أساس سياسة الخرجية اللبنانية مجمورة تكون الحيات لأنه لبنان مركب كل قرارة بيتخذ سياسة خرجية ينفجر بالداخل وآخر شي خطة التعافي المالي كيف منطلع من هالورطة ومن الرد مصريات المودعين لأصحاب أكيد مشاهدين للي بدوا يطلع على بروژيكت وطن بيقدر يفوت على www.projectwotan.com وبيقدر يطلع على كل التفاصيل اليوم أنت مع الغاءة طائفية هيك يعني اليوم نعمة فريم المروني الأح ابن كسروان هل هو مع الغاءة طائفية لا الغاءة طائفية بالمجرد لا نحن مع إعادة التشكيل أو شيء تطبيق الطائف مثل ما هو بهالموضوع يلي بيحكي فيه مجلس شيوخ طائفة مجلس نوة وغير طائفة نحن أنا مع تطوير نظامنا نحو الدولة المدنية الحديثة ولكن مع محافظة على التنوع الطائف في لبنان وحمايته وصلنا للسؤال الأخير سؤالنا الأخير هو تعهد لبرنامج جمهورية 22 منسأله للمرشحين السيديين وللناس لأنت تجاوبون رح أصلك السؤال مشاهدينا بتلاقوا الجواب على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تويتر فيسبوك ويوتيوب موناء لبكي سؤالي لحضرتك هل خطابك وتنفيذه سيكون سييدة بامتياز بمجلس النواب موانس إنك وصلت أم رح تروح لتدوير الزواية لأنه يلا منمشي الحال لأنه وصلنا لمحل هل قد فينا نعمل نعمة فريم أنا بدي أشكرك على هيد الحلقة اللي فعلا كلها صراحة وملئة متصريحات النارية والقريبة من الناس بدك تضيد شي بدك تقلو شي للناخب لا بدي أعطيك العافية عمت عملي سيدة موناء رح لموفقة شكرا في 2022 ناقلو إلك وللكل بدي أقولو للناخب اللبناني ككل أنه أرارك كتير دقيق هالمرة كتير دقيق من أنتخب بفكرة أنه من أن نبرهم للعالم كله أنه لبنان بلد بيعرف يحكم ذاته انطلاءا من القصص الصغيرة للقصص الكبيرة إذا ما نجح الخيار محضرين لي هو يجوا يحكمونا على فترة طويل مشاهدين على بدورة بدي أشيركم لمتابعة حلقتنا من جمهورية 22 ملتقانا الأسبوع القادم مع ضيف جديد تروني أنا منادوكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر